السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم احب الاول ارحب بكل المشتركين معي في القناة وبرحب كمان بالمشتركين الجداد معي في القناة ما تنسوش اللي لسه اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد واللايك والشير لو الفيديو عجبكم ان شاء الله النهاردة هنقول الكراءة لبرج الميزان ان شاء الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا برج الميزان هنشوف الاول الطاقات الموجودة برج الميزان شايفت طاقة نارية الهوائية اكتر حاجة شايفة قدامي بس لو فتحت بعد كده على اي حاجة تاني هقول طبعا آآ 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 عايز اشوف دلوقتي حكايتك ايه برج الميزان مع كل طاقة فيهم شايفت الاول طاقة برج الميزان في شهر يونيو آآ لمنتصف يوليو او في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي آآ شايفاها هي التحرر آآ شايفاك بتتحرر من كل حاجة بتاعك خطواتك يا برج الميزان آآ شايفاك الفترة دي كمان بتفكر كتير قوي بتفكر كتير جدا تفكير جوا تفكير ومتردد في اتخاذ قرارات كتير آآ بالذات من الناحية العاطفية آآ شايفاك فيه خطوة مش قادر تقدم عليها يعني ممكن تكون هي دي سبب التفكير الكتير اللي عندك يا برج الميزان آآ انتا هشوف ايه شوف ايه الحكاية آآ انتو برج الميزان انتا تقريبا مش مش بتنام في قدامي انا في قدامي دلوقتي يعني شايفا سيناريو يا برج الميزان آآ وده عشان نكون متفقين مش هينطبق على على الكل طبعا انا في كل قراءة آآ بحضر نفسي وبحضر طاقتي آآ لبعض الاشخاص اللي هيشوفوا الفيديو واللي هيكونوا متواصلين معي او طاقتهم متواصلة معي نبدأ الحكاية او نبدأ السيناريو اللي انا شايفا قدامي يا برج الميزان آآ يريد تقدروا اني بقول الكراءة اللي انا شايفاها آآ عشان التعليقات لان الكراءة بتبقى امانة ومقدرش اقول حاجة غير اللي انا شايفاها آآ برج الميزان انا شايفا هنا في علاقة ثلاثية في علاقة ثلاثية فيها حب كبير جدا شايفا قلبك مجروح جدا شايفاك متكتف مش عارف تاخد اي خطوة في العلاقة دي آآ العلاقة اللي انا بتكلم عنها هنا دي بالشكل ده هي ما فيهاش تواصل بس انا شايفا انكو بتتواصلوا مع بعض روحيا عند البعض العلاقة دي آآ ممكن تكون سرية آآ هي بما انها ثلاثية فهي سرية بس انا بتكلم كمان هي سرية عليك وانتو كمان يعني عليك وعلى الطرف التاني يعني كل واحد مخبي مشاعره عن التاني يارب تكونوا فاهميني وتكون واضح تعرفت اوضح يعني آآ مش عارف كل حد فيكم مش عارف الطرف التاني بيفكر في ايه آآ شايفاك برج الميزان مش عارف تعمل ايه حاسس بحزن آآ آآ شايفا الحزن اللي عندك ده في الفترة دي شايفاك بيخرج في سورة عطبية آآ شوف برج الميزان انا هقولك على حاجة انت انا شايفاك مجروح من الشخص ده كتير جدا آآ هو في حاجة انا شايفا حتى الشخص التاني انا شايفا احساسه بالزعل اقوى منك لان هو عنده مع الزعل ده انا شايفا في عنده ندم انا شايفا ندمين جدا آآ فشايفا ان هو بيعيش احساس اصعب من احساسك آآ وشايفا في نفس الوقت عايش معاناة من حاجات كتير شايفا عند بعضكو آآ يا برج الميزان في بينك وبين الشخص ده او بينك وبين الطرف التاني ده آآ في اشخاص مشتركة يعني ممكن يكون آآ عند البعض منكو انتو جرين او آآ او في تعارف آآ آآ ممكن نقول عليه عائلة يعني ممكن عائلتك وعائلة الطرف ده بيعرفوا بعض آآ لاني شايفاك بتشوفه احيانا بس مش بتتكلمه في مراقبة من الطرفين ايوا في مراقبة من الطرفين آآ آآ شايفاك برج الميزان بتعرف عنه شوية حاجات آآ بس شايفاك برضو متضايق يعني انا شايفاك يا برج الميزان عايز تدخل في تفاصيل واكتر او عايز تعرف حاجات معينة في دماغك غير اللي بتسمعها آآ شايفا كمان آآ غيرة غيرة من ناحيتك على الشخص ده آآ يعني شايفاك ان انا شايفاك انك حاسس ان الشخص ده من حقك من حقك ان انت تعرف عنه كل حاجة شايفا عند البعض كمان الطرف التاني بيكتم مشاعره اللي هي برضو قوية يعني انا شايفا حبه قوي جدا جدا للطرفين بس مش بيفكر كتير آآ في شكل العلاقة آآ شايفاك بيحلم يكون معيك آآ شايفاك الطرف التاني بيدعي ربنا بعضوك يا برج الميزان آآ شايفاك مالك من الانتظار يعني في البعض منكو قرر يبعد او يختفي تماما من قدام الشخص ده لان شايفا البعض ممكن يكون آآ بيسافر ويرجع آآ شايفاك مش واثق في مشاعر الطرف التاني اصلا يعني انت زي ما قلت هي العلاقة آآ عند البعض منكم ممكن تكون سرية عليكم تولي اتنين يعني هو اللي بينكم آآ احاسيس آآ ممكن تكون حاسس من ناحيته ان هو بيحبك بس انت مش متأكد آآ قبل كده او اتخدعت آآ آآ فيها انجرحت فيها ممكن يكون من الشخص ده نفسه في السابق وممكن آآ يكون من حد تاني آآ شايفا ان انت خايف ان ده يتكرر في العلاقة دي او تكون خايف يتكرر لو انت صريحته آآ بس شايفا ان العلاقة دي هيكون فيها تواصل بس هياخد وقت شوية بالذات لو فيه طرف ثالث سواء عندك او عنده او انتو الاتنين آآ في الغالب العلاقات اللي فيها طرف ثالث انت 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 عارف ده يعني عشان اللي بيسمع مش كل العلاقات او مش كل برج النزان في طرف ثالث لأ انا باتكلم هنا انا باتكلم عن علاقة آآ اصحابها هم عارفين ده عارفين ان فيه طرف ثالث آآ آآ انت عارف ده والشخص التاني عارف عنك ده آآ خلاص كده اتفقنا ان طرف تاني دي او طرف ثالث دي هي مش منطبقة على الكل آآ بعضكو انا شايفة ان الطرف الثالث عنده هو الاهل آآ فيه تدخل آآ شفت شايفة من آآ ممكن تكون الستي دي ممكن تكون الام آآ وممكن تكون من طرفك انت يا برج المزان آآ او الطرف الثاني برده آآ يعني آآ شايفة التدخل من الاهل ده هو رفض العلاقة دي تماما يعني رفضها خالص آآ آآ او ممكن نقول ان موضوع الاهل ده تسبب في هدم العلاقة دي آآ شايفة البعض من مواليد برج المزان آآ بعضكو اتعرض لخيانة ممكن تكون من ابراج هوائية او مائية آآ وممكن يكون العكس برضو يعني انت اللي خنت الطرف الثاني برج المزان آآ اللي بيسمع الكراءة كل واحد عارف حالته آآ العلاقة دي ممكن نقول ان الانفصال فيها حصل آآ شايفة حصل من من شهور يعني ما بين ستة لثمن شهور عند البعض شايفةها وصلت لمحكمة او انت اللي بتطلب او انت بتطلب العبالة في العلاقة دي آآ شايفة في طرف اتعرض لظلم كبير آآ لاني شايفة مشاكل كتير جدا حصلت وفضلت تتصاعد وتكبر من من ولا حاجة يعني آآ مشاكل بدأت آآ تقريبا حصل تدخل ناس آآ شايفة المشاكل ابتدت تكبر من كل ناحية لكن البداية بتاعتها كانت ولا حاجة او كانت حاجة بسيطة لكن آآ بس شايفة تتصاعد تتصاعد بشكل غريب يا برج المزان بعضها كان آآ آآ فيها شكوك فيها غيرة بعضها كان ممكن يتحل جدا في بدايتها خالص آآ في البعض عندكم كان السبب مدي اللي في الحالة دي برج المزان انت بتعيش حالة حزن شايفك بتعيش حالة حزن كبيرة جدا وشايفات منطوية على على نفسك وعلى الزكريات آآ بعضكم برج المزان الطرف التاني برضو شايفة بيعيش ندم او لسه هيمر بحالة ندم آآ شايفة عند البعض خلاص انت اديت دهرك للعلاقة او الطرف التاني هو اللي ادي ده دهره للعلاقة آآ مش عايز مصالحة خالص آآ شايفةك قفلت على قلبك بس انا شايفة فيه نسبة رجوع يعني برغم كده انا شايفة فيه نسبة رجوع كبيرة آآ بيعني برغم السيناريوهات يعني انا قلت الكراءة اللي قدامي بكزا بكزا شكل عشان تنطبق على الغالبية ان شاء الله آآ ده بالنسبة للمطلقين او المنفصلين وده غير السيناريو اللي قلناه في الاول آآ عن العلاقة اللي ما فيهاش اي اعتراف دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول آآ شايفة فيه تواصل آآ في العلاقة دي الجماعة هيكونوا عن طريق شخص مشترك بينكم انتو الاثنين فاهميني فاهمين انا بتكلم عن ايه العلاقة اللي فيها طرف تالت آآ اللي ما فيهاش اعتراف بحب بس انتو الاثنين بتحبوا بعض شايفة هيكون فيها تواصل عن طريق شخص مشترك بينكم وانتو الاثنين يعني ايه شخص مشترك يعني شخص انت تعرفه والطرف التاني برضو يعرفه هو الطرف ده مش هيوصل كلام يعني مش هيوصل كلام منك ليه او منه ليك لأ بس هيكون سبب سبب بشكل او باخر يعني بس مش مش هتكلم تستخدموه الشخص ده مش هيكون مستخدم من اي حد فيكو هو الموضوع هيحصل ممكن بالصدفة هيكون سبب انكم تتكلموا او على الاقل هي الطرف التاني برج النزان هيبين حبه ليك ده ممكن يحصل في الفترة زي ما قلنا ما بين منتصف شهر يونيو لمنتصف شهر يوليو ان شاء الله علاقة برج النزان بالابراج الترابية شايفة ان فيه علاقات كتير بالرغم انك افلتها او هو وشايفة السبب عند بعضكم ان مفيش جدية في العلاقة شايفة اكتر حاجة مسيطرة على طاقة برج النزان الفترة دي انه مش قادر ياخد قرار يعني انت برج النزان الكراءة عندك فيها كمية تردد كتيرة انت تعبين جدا تقطق فضيت في حاجات كتير انت مش قادر تميزها في عندك افكار متناقضة وبالتالي بناء على ده كله فانت مفيش استقرار نفسي حتى عند البعض نفس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة في علاقات انا شايفها مش مستقرة رايحة جاية حتى مع المرتبطين يعني اللي في علاقة زواج شايفة العلاقة رايحة جاية ما فيهاش اي استقرار مش مع المنفصلين بس شايفة برج المزان مسيطرة عليه في الفترة دي تقتل هوائية قوي يعني انت ساعات برج المزان بيسيطر عليك اسم البرج بتاعك اللي هو المزان بتبقى بس ممكن من كتر ما انت بتتحمل ودي حاجة حلوة وحاجة وحشة في نفس الوقت انت بتتحمل حاجات كثير بتعاني كتير بتيجي على نفسك في حاجات كتير بتحس انك ممكن تساعد اشخاص كتير او تتحمل ردود افعالهم وبالتالي بيجي عليك فترة بتكون صعبة عليك وعا كل مش عليك انت لوحدك عليك وعلى كل اللي حواليك لان طاقتك بقى الهوائية بتظهر انه من كتر الضغوطات اللي انت تعرضت لها بيبتدي التفكير يبقى فيه تهور بس انت في حاجة هتكتشفها الفترة دي والحاجة دي هتوضح او هتكون اجابة علي اسئلة كتير بتدور في دماغك يعني انت من ضمن الافكار اللي في دماغك فيه اسئلة في حاجة انت هتكتشفها في الفترة دي هتكون رد علي الاسئلة اللي في دماغك دي شايفة فيه رجوع وارتباط مع ابراج نارية وبقوة لاني شايفة علاقة حب قوية غير ان هي علاقة حب قوية انا شايفها منزهة يعني ايه يعني علاقة كده فيها حب حب الشخص لنفسه يعني شايفها منزهة من اي شهوات بمعنى صح لو قدر توصل ولو فاهمين انا اقصد ايه انتو الاثنين بتحبوا بعد حب اللي هو بنسميه الحب الحقيقي لكن العلاقات السلسية اللي فيها طرف برج ونيري انا شايفة يا برج الميزان ان القدر او ربنا هو دست اللي يقدر يجمع بينكم لان لو حصل تدخل منكم وده ممكن يكون اجابة على التردد لان انا شايفك يا برج الميزان متردد كتير او الطرف التاني هو اللي متردد كتير في حاجة بتاعكم في حاجة انتو خايفين منها في حاجة ما ينفعش تقدموا عليها وده فعلا هنا هو الظاهر عندي لو حصل اي حاجة منكم انتو غير التلميح او غير انك تعرف زي الحاجة اللي انا شفتها في البداية في الشخص اللي بينكم اللي هيخلي العلاقة تقرب شوية بس مش لازم ان هي تقرب جدا او مش لازم ان انتو اللي تتصرفوا في ان العلاقة دي تنتهي بزواج او كده لان انا شايفة هنا فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات ثانية اسفة ان انا اقول كده بس هي دي القراءة اللي قديني لو انتو اتصرفتوا من نفسكم فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات ثانية انا هنا بتكلم عن سيناريو معين عن علاقة معينة ما بتكلمش البرج النزام كله زي ما قلت لازم الطرفين يتأكدوا باي شكل يعني ولو بتنميح لان انا شايفة ان برج النزام محتاج جدا انه يتأكد رغم ان هو بيحس شايفة ان ده هيحصل قريب زي ما قلت بمساعدة شخص تالت مشترك بينكم شايفة انكم بتحسوا ببعض احساس قوي جدا برغم ان مفيش مصارحة فعلية وزي ما قلت ان المانع اقوى منكم انتو الاثنين العلاقة دي محتاجة صبر شايفة هتتحلل وحدها يعني اللي هيسأل هي هتتحل او مش هتتحل هي هتتحل بس من عند ربنا مش انتو لو انتو اللي عملتوها هيبقى فيها خسارة لحاجات بانية كتير وادام خسارة يبقى حاجاتها توجعكو يعني ادام ظهرت في صورة خسارة يبقى هي حاجاتها توجعكو فبالتالي العلاقة اللي انتو هتشوها بعد كده او الحب اللي بينكم بعد كده او لو حصل الصباط ناتج عنه خسارة في حاجات تانية مش هيكون فيها راحة يعني مش هتكونوا مش هتكونوا مبسوطين بالعلاقة وبالتالي هيأثر عليها فاكيد ده اللي مش عايزينوا ليها يعني بعضوكو بقى يا برج الميزين اللي بيتعامل في الحب بدماغو شايفة في بعضوكو بيتعامل بدماغو زيادة عن اللذوم انت في حاجات كتير شايفك فاهمها غلط وهتضيع العلاقة بتفكيرك الغلط يعني في حاجات كتير انت بتتعامل بدماغك ازاي يعني كتير لاغي قلبك كده وتتعامل بالذكاء يعني لا انا مش هرجع عشان الاحسان يكون هو بيفكر في كزا فانا هعمل كزا لا في حاجات كتير عندك غلط مش مستحي انك بتتعامل بدماغك طول الوقت في العلاقات العاطفية عندك شكوك كتير عايزة اقولك ان احنا في الحب بنسمع كلام قلبنا شوية كلام قلبنا شوية وعقلنا شوية مش قلبنا بس ولا عقلنا بس ده بالنسبة لللي بكلمه هنا اللي بيتعامل في العلاقة بالشكل ده بدماغه شوية المنفصلين مع ابراج هواقية شايفة في هيكون رجوع ان شاء الله بس في رجوع بشروط وفي الغالب الشروط ديت هكون من ناحيتك انت يا برج الميزان انت في حاجات شفتها في العلاقة دي يعني انا شايفك اتعرضت لخزلان انت عملت مجهود كبير جدا في العلاقة دي اتقابل اتقابل شايفة اتقابل بممكن نقول مش غدر بس قل التقدير فانت قررت لو في رجوع هتكون يعني هتحطله شروط او هتكون عايزه بالشكل اللي رايحك انت اه اقراءة موفقة يا برج الميزان اه ما تنسوش السابسكرايب واللايك والشير لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وهستنى تعليقاتكم عن الفيديو ان شاء الله شكرا من المتابعة برج الميزان شكرا